ما زالت بيروت والأحداث التي تجري هناك مصدراً للأخبار المهمة والمثيرة فالحديث اليوم وأمس عن خروقات إسرائيلية للهدنة التي بدأ سريانها منذ يومين حيث تعرضت القوات الإسرائيلية لعدد من العوائل التي عادت أو حاولت أن تعود إلى منازلها في المناطق الجنوبية بعد أن أصدر نتنياهو أمراً إلى القوات الإسرائيلية بالتعرض وإطلاق النار على كل من يعود إلى هذه البلدات ولا أدري هذا ضمن هذه التوقيتات أم أن هناك حسابات أخرى وفرض حظراً للتجوال من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة صباحاً في تطور آخر أيضاً غارة إسرائيلية يقال وبحسب المعلومات الإسرائيلية على تجمعات لحزب الله في منطقة النباطية إسرائيل تدعي أنها قد أبلغت واشنطن بها كذلك أنه هناك عدد من الدبابات الإسرائيلية تعرضت إلى عدد من البلدات اللبنانية الحدودية وبالذات في بلدات مركبة والوزاني وكفر شوبة هذا في لبنان أيضاً التطور المثير الآخر الذي حصل في سوريا من خلال التحركات التي قامت بها مسلحي هيئة تحرير الشام بالتعرض على عشرة مناطق يسيطر عليها الجيش السوري وهذه الفصائل المسلحة التي كانت قد توقفت عن القتال من عام 2020 يشكل استغراباً للتوقيت أو تحريك هذه الجهات في هذا التوقيت تحديداً هل هي وسائل ضغط جديدة على سوريا؟ هل هي محاولات لخلط الأوراق؟ هل هي محاولات لابتزاز سوريا من جديد؟ وهيئة تحرير الشام هي منظمة جهادية سلفية كانت قد اندمجت مع جبهة النصرة في عام 2017 في الوقت الذي تلفي هذه الهيئة هذه الأخبار لكن يبدو أن هناك مستجدات جديدة في شوريا التي تعتبر واحد من الجبهات التي تطالها إسرائيل وواحدة من الجبهات التي تواجد فيها محور المقاومة أيضاً التحرك الذي قامت به حركة حماس عبر وسطاء مصر تركيا وكذلك قطر بأنها ترغب بإيقاف لإطلاق النار على غرار ما حدث في بيروت وهذا هل يعني أن حماس قد وصلت إلى قناعة بأنها قد تركت لوحدها بعد أن تبكن القرار 1701 أو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي خلال الهدنة والمفاوضات التي ستجري من فصل الساحة تطورات في هذه الساحات